يدل الجزائريون اليوم بأصواتهم لاختيار المجالس البلدية والولائية لعهدة تمتد لخمس سنوات وحسب السلطة المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين قد بلغ 23 مليون و717 ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعين ناخب تحظى الانتخابات المحلية بأهمية خاصة لدى الناخبين الجزائريين حيث أن المنتخبين للمجالس البلدية والولائية يعدون المسؤولين الأقرب من المواطن ويشارك في هذه المحليات 115 ألفاً ومائتين وثلاثين مرشح للمجالس البلدية وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وثلاث وتسعين للمجالس الولائية عبر الوطن أما من الناحية التنظيمية فستجرى هذه الاستحقاقات تحت آيون مليون ومائتين وثمانين وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانين مؤطر ومائة واثلين وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ملاحظ تابعين للأحزاب السياسية المشاركة والمقدر عددها خمسين حزباً معتمداً كانت قد سحبت استمارات التوقيعات الفرضية سابقاً عملية التصويت كانت قد انطلقت الأربعاء الماضي بالنسبة للمكاتب المتنقلة عبر 16 ولاية تبقى لأحكام القانون المتعلق بالانتخابات